أعرب وزير الخارجيات والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي عن انزعاج مصر الشديد من محاولة تكرار ما يحدث في غزة في الضفة الغربية خلال استقباله سارجين كاخ كبيرة منسقي ألوم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة شدد عبد العاطي على ضرورة احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية واطلاع إسرائيل بمسؤوليتها في توفير الأمن للسكان الفلسطينيين باعتبارها قوة احتلال بدلا من ترويعهم وانتهاك كافة حقوقهم الإنسانية من جانبها حرصت المسؤولة الأممية على استعراض أبرز الجهود التي بدلتها خلال الفترة الماضية وذلك في سبيل تسهيل إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بما في ذلك المشاركة في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي بدأت اليوم اشتركوا في القناة